موسيقى 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 دايما التجارب لا تأتي بالوقت تتذكر هذه الكلمات لأنه يمكن يوما ما تنسيها بس تذكرها سألتك على فيسبوك و تويتر كل هؤلاء تسوقها وتعرف أن بالحقيقة أم تأتي التجربة التجربة تأتي عندما تكون تعبك تعبك ضعفك أضعف وقت وأطعب وقت وأكثر وقت أنت متاح هنا تأتي التجربة لأنه يدرس إبليس كل الإحتمالات لأنه يرى أم تأتي أكثر وقت يستطيع ويعرف أنه سينتصر و لذلك أنا اليوم أريد أن أشجعك الموضوع عادة ما 3 أربع الناس تبطل ماشي مع الرب وتخسر خطة الله ودعوات الله لحياتها لأنه تسلك بالمشاعر لا تسلك بالحقيقة تعرفوا كم يوجد مؤمنين قاعدين ببيوتهم في هذه الأيام يمكنني أن أقول لك أنا هنا في لبنان يمكنني أن أقول لك قاعدين قطع علينا الناس في هذه الكنيسة وقاعدين ببيوتهم وما بيعملوا شيء وفيش لانين أنا ما أقول أنه تركوا كل الكنيسة صاروا بغير الكنيسة هاللويا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع بين الأيام طبعا إذا صارت بالطريقة الجيدة لكن أنا أقول قاعدين ببيوتهم وما بيعملوا ولا شيء وبتعرف معظمهم 90% مصدقين بأنه وهم ما بيطلع منهم شيء ويا سوا ما بيحبهم وهم خاطين وأصلاً مش قادرين يكملوا لأنه أصلاً أو عندهم اتهم واتهمات أو قصص جويتهم أو عصارات عايشين فيها لكن العصارات ستأتي الملزات والعالم مش الحل لأنك انجرحت الخطيئة والتمرد مش الحل لأنهم عصارت مرتفو تفارد مثل حداً عم يعطيك اقتراح ما بيشبه كلمة الله اللي بيجي بيعطيك مشورة ومشان هيك أنت محتاج أباء روحيين حقيين بحياتك مأسات مأسات خرجتك من سوريا مأسات خرجتك من مكان ما مأسات لكن هذه المأسات سوف تقودك إلى القدر إلى قدر إلهي إلى مقاصد إلهية إلى قصد الله مش خلق هالمأسات لكن سوف يستخدمها من أجل أن يحقق مقاصده هاللويا إذا أنت تلازمه أسمعوني يا أديسين سأخبرك شي ترى عندما تنسرق دعوتك ينسرق ألاف من وراء دعوتك ترجمة نانسي قنقر